أهلا بكم بعد تكرار حوادث الحرائق وسقوط المئات من الضحايا الأبرياء بسبب الفساد والإهمال وآخرها فاجعة الحمدانية أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حكومية صارمة بحق المقصرين بعيدا عن سياسة الترقيع والإعلام رئيس الوزراء مطالب باتخاذ خطوات عملية بعد فاجعة الحمدانية وعدم الاكتفاء في الخطوات الترقيعية والإعلامية وعملية محاسبة كل مقصر بوقوع هذه الحادثة من أصغر مسؤول إلى أكبره بعيدا عن أي مجاملات وضغوطات قد تمارس عليه خاصة من زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني كون شقيقه أسامة هو المتورط الرئيس بهذه الفاجعة فهذه أرواح مواطنين ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر مطلقا بناء صالة الأفراح من مواد سريعة الاشتعال وهي مواد محضورة بالأساس دليل على تدخلات من جهات متنفذة مستفيدة من عائدات قاعة الهيثم فجهود العيان كشفوا عن معلومات خطيرة للقضاء تتعلق بتصرف صاحب القاعة خلال الحادثة فبعد اندلاع الحريق هرع لإطفاء الكهرباء ما تسبب بظلام شديد ومنع تشغيلها مرة أخرى إلى جانب قيامه بإزالة جهاز تسجيلات كاميرات المراقبة وأخذه أمواله واستخدام كرسيا لكسر النافذة ومن ثم هرب إلى خارج القاعة فهذه الإفادات تقود إلى أن صاحب القاعة المرتبط بأسامة كلداني شقيق زعيم ميليشيا بابليون متورط رسميا بهذه الفاجعة الأليمة فساد المتنفذين في سهل نينوى ورأى إزهاق كل روح في هذه المنطقة فمحاكمتهم أمام الشعب هو العزاء الوحيد لذوي ضحايا فاجعة عرس الحمدانية